مارس القولر كان استلم تقرير كمان يقولي حضراتكم من دكتور أحمد جبالة طبيب الفريق قبل المران اللي كان مبارح وهو بيتكلم مع المستجدات كمان تأهيل وعلاج اللاعبين المصابين في الفريق وهيتم تحديد بقى إذا كانوا هيكونوا موجودين معنا في القايمة بشكل رسمي ولا لا ده هيكون خلال ساعات قليلة جدا حتى لو ماشيكون على مدار عشر صبح في الأهلي طبعا على مدار البرامج المختلفة على قناة النادي الأهلي هنوفيكم بيها يعني على ذكر الإصابات احنا عارفين أن عندنا أكتر من اللاعب مصاب عمر السولية مصاب محمود متولي وكمان المهاجم الفرنسي مودست اللي كان غايب عن المباراة الأولى وأكرم توفيق وكريم فؤاد لكن دي ناحية السلبية لكن إنجاز التعبير هنقول أن الأمر الإيجابي هو اقتراب عودة الثنائي إمام عشور ومحمد عبد المنعم وده هيكون أكيد بيشكل إضافة كبيرة جدا فيه ماتش العودة مطلوب جدا يبقى الاسكواد الأساسي مكتمل في هذه المرحلة وأكيد يعودة محمد عبد المنعم اللاعب الدولي اللي الحقيقة سجل حضور مميز جدا في ماتش مصر وجزايد حضوره هيكون في المنتهى الأهمية ونفس الأمر طبعا فيما يتعلق بإمام عشور اللي أصبح بالفعل واحد من أهم أعمدة الفريق في الفترة الأخيرة ومستنين يشوف منهم هما الاثنين كتير إن شاء الله في اللقاء اللي جاي